المنتخب الثاني كنت عايزة أكلمت فيها يا كريم المنتخب الإنجليزي المنتخب الإنجليزي وبفوزه على الـ 1-0 في مباراة أعتقد مباراة كانت جيدة جداً وإذا ما قلت لك الأرقام بتقول إن كمان المنتخب الإنجليزي ما عندوش يعني ما عندوش نزعة هجومية بشكل كبير صعد ليه الدور الثاني بهدفين لرحيم ستيرلينج رأيك إيه في المباراة ما بين الإنجلترا والـ 2-0 هو أنا شفت ماتش إنجلترا وكرواتيا الملاحظ يا كابتن هاني عندهم غلطة ربما بنتكلم عليها في مصر كتير إن إنت لما بتحقق النتيجة المرجوة الأداء بيهبط يعني إنجلترا جابت هدف في تشيك في أول ربع ساعة حققت قبل ديئة عشرين وبالتالي فضل الفريق يلعب لمدة 70 ديئة بدون أي هجوم زايد بيخلص حقنا المطلوب وانتهى الأمر فأعتقد هذه المشكلة اللي عند المنتخب الإنجليزي إن اللعبة بتلعب الأداء اللي هو إيه الروتيني خلص أنا عملت المطلوب فشكرا ما حدش تلوب مني حاجة دائما لكن ده قدام ألمانيا في دورة 16 ما ينفع حيب فيه كلام تاني تعالى نهو إنت برضو نشوف إحصائية المباراة ونطلع منها برضو يمكن ملحوزة أو اتنين عندنا للمنتخب الإنجليزي طبعا نتيجة 1-0 للمنتخب الإنجليزي الفرص أربعة للمنتخب الإنجليزي يمكن فرستين للشيك للمنتخب الإنجليزي 0.5 أو 059% للمنتخب التشيكي نسبة الاستحواز يمكن ما كانتش صالح طبعا منتخب الإنجليزي بنسبة 59% لـ 41% التمريرات الصحيحة 560 ده عدد التمريرات طبعا الصحيح منها عدد كبير بنسبة 87% للمنتخب الإنجليزي مقابل 84 يعني نسبة قريبة هنتكلم على التصوات على المرمى 5 تصوات منهم 3 ما بين 3 عرضات للمنتخب الإنجليزي و7 تصوات منهم 2 على المرمى للمنتخب التشيكي 9 عرضيات مقابل 10 عرضيات للشيك و6 ركنيات للمنتخب الإنجليزي مقابل 4 للمنتخب التشيكي واضح جدا الأرقام متقربة متقربة جدا 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 وتوضح يعني كان فيه ما يشبه الندية ولكن تاني المنتخب الإنجليزي المفروض أنه هو كأفراد أفضل بكتير من منتخب التشيكي ولكن التاني الأداء الروتين اللي أنا أتكلمت عليه من شوية هو ده في وجهة نازل نحن نشوف نام تكرر قدام كرواتيا وطبعا تاني ماتش اسكوتلاند زي أنا ما قلت بكده ماتش إنجليزي واسكوتلاند ده يتحط على جامل هذا مبر الحسابات اه ده ملوي اه التعادل عادي اه الطبيعي جدا ممكن ناس تقول اسكوتلاند حقاية مفاجأة لا على فكرة مش مفاجأة ولا حاجة ده الطبيعي ماتشات دي تبقى ماتشات نفسية أكثر منها ماتشات فنية ولكن طبعا خلاص المتخب الإنجليزي لازم يسيب ده ويتعامل بشكل مختلف تماما قدام المتخب الألماني فيه وبرضه أقول رقم مهم إن إنجلترا ما كسبتش ألمانيا في بطولة دولية سواء كاس عالم أو يورو من سنة 66 من سنة نهائي كاس عالم وكأن القدر يعني بيعاقب المنتخب الإنجليزي على هدف لمسة اليد لكلها مش لمسة اليد لكلها اللي ما تخططش خط المرمى وبالتالي من ساعتها منتخب الإنجليزي مفاس على الألمانيا خالص